السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في برنامج اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتداء النهاردة إن شاء الله We are going to answer simple test 2 طبعا النطق بتاع الكلمة دي sample or symbol النطق إن صح بمعنى نموذج فبناخد نموذج الوزارة عندنا النموذج رقم اثنين وهنبدأ بالكويسشن نمبر وان listen and circle استمع وضع دائرة نمبر وان بيقول لي what are you going to have what are you going to have والأنصر هقول a cherry pie يبقى a cherry pie نمبر كام أيوة بالضبط كده نمبر نمبر اي هنيجي طبعا عند نمبر اي وهنعمل اي circle كده يبقى نعمل circle على الحرف نمبر اي اچھ رقم نمبر تو يقول لي do you have how many glasses do you have طبعا انت مجرد ما اقولت خلاص انت لقيتها قدامك ايه ولا بي اه بي تمام how many glasses do you have نمبر بي المفروض انها يجاوب برضو يقول لك i have two glasses فدي مش موجودة بس انت دي بقيت الاجابة i have two glasses نمبر four what do you want to eat خد بالك what do you want to eat هنا جايب لك what do you eat و جايب لك what do you want to eat يبقى لاجابة نمبر كام ايو برافو بي تمام يبقى what do you want to eat هنا دي لاجابة المطلوبة وهانون مثلا روس تيركي تمام ايه question number two listening good morning good morning may i speak to mona please may i speak to mona please يبقى احنا هنا نكتب في number one نكتب ايه may يبقى one may she isn't in right now يبقى الكلمة ايه اللي تنطعت و مش موجودة she isn't in تمام يبقى نكتب كلمة in بعد كده what time will she be back what time will she be back يبقى كلمة ايه back نكتب back i'm sorry i don't know i'm sorry i don't know هنكتب كلمة no okay good طعم وبكده حبيبي بقى احنا خلصنا السؤالين الاولين واشوفكم على خير في السؤال number three good bye 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 شكرا